بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يستون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم منع للخير معتد أثيم أتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسموا على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنها مسبحين ولا يستثنون فاطعف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريب فتنادوا مسبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صالمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخل الميين يوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضلون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طابين عصى ربنا أن يبدلنا خيرا منها أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالوة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك ذعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساكن ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم بالله وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذعوني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مورم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكهوم لأولا أن تداركه نعمة من ربه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين